السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو قبل كده اتكلمنا عن اطعامة الممنوعة لمرضى الرومطايد والتهاب المفاصل النهاردة في 40 ثانية هنمتكلم عن اهم 7 اطعامة مفيدة جدا ومسموحة لمرضى الرومطايد والتهاب المفاصل اول حاجة احماض اوميجا سري الدهنية اللي موجودة في الاسماك الدهنية زي السلمون والسردين والتونة لانها بتحارب الالتهابات وغنية بفيتامين دال ثاني حاجة الخضروات الدكنة زي السبانخ والبروكلي لأنها غنية فيتامين سي وبتحارب الالتهابات ثالث حاجة المكسرات زي الجوز واللوز والفول السيداني لأنها غنية بالألياف والكالسيوم والزينك والماغنيسيوم وأحماض أوميجا سري رابع حاجة التوت لأنه غني بمضادات الأكسادة ومضادات الالتهاب خمس حاجة التوم والبصل لأنها غنية بمضادات الالتهاب سادس حاجة زيت الزيتون لأنه غني بالأحماض الدهنية وأوميجا سري سابح حاجة زنجبيل والكركم لانه غنيين بمضادات الالتهاب دول اهم سبع اطعمة مسموحة ومفيدة جدا لمرضى التهاب المفاصل والرماطيد بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك ولو عجبك وافادك شاره لغيرك بتمنى ليكم الصحة والعافية كم معاكم دكتور تاري تركي استشار جراحة العظام والعناب القدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته